أشهد وزير الخارجية سامح شكري بمواقف دولة سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقلال مؤتمر صحفي مع ناظرته سلوفينيا تانيا فايون بالقاهرة أشار شكري إلى أن المباحثات شهدت استعراض الانعتسات السلبية للوضع في غزة على الصعيد الإقليمي في إطار عضوية سلوفينيا في المجلس الأمن صوتت لصالح القرارات الجامعية العامة وأيضا مؤخرا صوتت في المجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعدو كامل في الأمم المتحدة فأنا جثم من هذه المواقف وهي أرضية من المبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا تناولنا خلال مباحثاتنا المفاردة والمؤسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك طبعا تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في غزة وما وصلت عليه من تدخل الآن عسكري ترفضه البلدين في رفح لما قد ينتهي من أدرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن ورغم أنه جولة المفاوضات الماضية لم تأتي بهذه النتيجة فمرة أخرى هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن ترجمة نانسي قنقر